تفسير رؤية المتزوجة أنها تطبخ أو تأكل الحواوشي وهيكون لها أربع تفسيرات أولا إذا رأت المتزوجة نفسها تتناول حواوشي مطبوخ وذو طعم لذيذ ورائع فهي تعيش فترة طويلة من الراحة النفسية مع زوجها ثانيا عندما ترى الحواوشي ني الحلم وتأكل منه فذلك يدل على وجود خلافات بينها وبين عائلة الزوج ثالثا كما أن تفسير رؤيتها الحواوشي الفاسد وأكله في الحلم على عدم استقرار علاقتها الزوجية أو أنها قد يدل هذا المنام على ارتجابها خطأ بحق زوجها ورؤية نفسها تطبخ لحم الضقن للحواوشي في المنام فذلك يكون دليل على وجود خلافات بينها وبين زوجها وتكون هذه الخلافات قد أرحقتها نفسيا يعني بطريقة رهيبة ربنا يكون فعون الزوجة اللي تكون شافت المنام ده وبالنسبة الحلم لأي حالم بطاو الحواوشي بلحم البقر له دلالة واضحة على كسب الحالم ميراث من المال ولكنه سوف يتسبب في العديد من الخلافات قد تكون بين الحالم وأهله ومن رأى أنه يأكل الحواوشي في المنام ولكن قبل تناوله رأى نفسه وهو يطهوه على النيران أو على البتجازي يعني فذلك يدل على تعرضه لأزمة صحية هوية جدا وربنا هو الشافي والله أعلم ورؤية أكل الحواوشي رؤية طيبة جدا ولكن لها كذا تفسير زي ما أنا قلت في الأول لكن لما نشوفه بقى في المنام فاسد الرؤية دي بتكون غير طيبة نهائي أو نايم أو قديم أو متعفن يعني هي دي الرؤية الغير محمودة اللي لو حد حلم بيها لقدر الله أصلا ما يحكيهاش أول ما يصحى منهم يطفل على شماله يعني يعمل كده هوا كده مش يطف يعني أنا قلتها قبل كده في لايف عشان في ناس مش بريفها ماهو صح يطفل على شماله تلاتا ويقول اللهم اجعله خير يا رب ويستعيز بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يقع هذا المنام تفسير رؤية أكل الحواوشي للعزباء في الحياة العادية الكثير جدا مننا بيحب أكل الحواوش ولكن أقلية هم من يقرهوا الأكلة دي أو ما بيحبوهاش يعني هي إذن بالنسبة لناس اللي بيحبوها يعني بتديك شعور بالراحة النفسية ويستعادة لما بتاكل حاجة بتحبها لكن لو الواحد بيأكل حاجة ما بيحبهاش في المنام ده برضو بيكون لها تفسير تاني بالنسبة بقى للعزباء هيكون أكل الحواوشي بالنسبة لها بيكون مصدر للسعادة والسرور وأيضا بيدل على التفوق في الدراسة في حالة إذا كانت العزباء في إحدى مراحل تعلمية يعني كانت لسه مخلصتش تعلمها وكذلك أيضا العزباء التي تشاهد نفسها تأكل حواوشي في المنام وكانت تبحث عن عمل فده هيكون إن شاء الله لو حلمت بكده هيكون إنها هتلاقي العمل المناسب لها والفتاة العزباء التي كانت تعاني كثيرا من أزمات نفسية في حياتها ورأت أنها تأكل ألحى وشوية أساسا بتحبه فذلك يدل على أنها سوف تتخلص من جميع السعاب والمشاكل التي صدفتها في حياتها والله أعلم وبالنسبة لغالبية التفسيرات فممكن بتكون للعزباء زي المتزوجة زي الحامل زي الرجل زي كل يعني أحيانا بيكون التفسير لما بيكون في نفس ظروف المنام والحالة النفسية اللي كانت عليها الرأي بيكون بياخد نفس التفسير يعني مثل أكل الحووشي المتعفن للعزباء فذلك يدل على فشلها في علاقتها العاطفية أو فشلها في تحقيق ما كانت تتمناه للأسف والله أعلم يعني هتلاقوني في بعض تفسيرات مش بقول بقى كله لإندي أحيانا بيكون كله زي بعضه يعني تفسير مثلا الني هيكون للعزباء زيها زي الحامل وهكذا وتفسير رؤية أكل حواشي للمرأة المطلقة الحواشي في الحلم المرأة المطلقة هو تعويض من الله لها على الأيام الصعبة التي مرت بها وكذلك هو فتحة خير إذن لما تكون أكلته أو ده لما تكون أكلته هو طعمه حلو زي ما أنا قلت قبل كده في التفسيرات بالنسبة للمتزوجة والعزباء الحاجة لما بتكون حلوة بيكون لها تفسير حلو جدا في المنام وليس ذلك فقط فهو أيضا تحقيق أمان المرأة المطلقة والأحلام التي كانت تسعى إليها منذ فترة طويلة وذلك لو رأت نفسها تجهزه بنفسها يعني شافت هي بتطهو بتقطع البصل والحاجات دي هيكون حلم جميل وتفسيره حلو لها جدا للمرأة التي ترى اللي أنا قلته من شوية تفسير الحووشي أو أكل الحووشي للمرأة الحامل إذا كان الحووشي الذي حلمت به المرأة الحامل ذو منظر جيد إذن فلا داعي أن تقلق هذه المرأة بخصوص فترة حملها ووليدها لأنها بإذن الله سوف ترزق بولد معافة صحيا وسوف تولد وليدها دون مضاعفات أو أي مشاكل في الولادة وأيضا العكس الصحيح زي ما قلت لكم أن حلم الحووشي الفاسد بيكون ليه تأثير يعني نفس التفسير في كل المطلقة والرجل والبنت وهكذا يعني يعني لقدر الله المرأة الحامل لو شافت أن هي بتاكل اسمه إيه ده حووشي فاسد هيكون طبعا فيه تعب في الولادة وأثناء الولادة وأثناء الحامل وبعد الولادة وكله والله أعلم أما بالنسبة للرجل الذي يرى في المنام أنه هيأكل حووشي حلو المضاق سوف يتغير حالته المادية لحل أحسن وكذلك أيضا سوف يربح أموال كثيرة حلال من الله سبحانه وتعالى أما الرجل الذي يأكل حووشي المتعفين الفاسد في المنام على ذلك فهو يجب أن يغير من نفسه وذلك بسبب ارتكابه الزنوب طبعا أنا لسه لكم من شوين بيش بيكون حلو بس بيختلف هنا بين الرجل والفتاة العزباء والمتزوجة وكده أن هنا الرجل بيكون آآ سيء الخلق وبيرتكب المعاصي وإنسان فاسد والرجل الذي يأكل حووشي سيء المزاق في المنام آآ يدل ذلك على تعرضه لأزمة صحية أو حزن شديد لا قدر الله والله أعلم آآ أما الرجل الذي يأكل الحووشي بلحم محظور منه يعني لحم خنزير أو كده ما هو الخنزير بالنسبة لنا كأنه لحم فاسد بالزبط آآ بس طبعا بتختلف الفاسد غير لحم الخنزير لأني في ناس بتعتبره عن دوم يعني آآ مش فاسد فلو رأى ان هو بيكلب لحم محظور أو حاجة ممنوع منها آآ يدل ذلك على انه آآ آآ امواله او ارباحه من مكان حرام والرجل الذي يأكل الحووشي بعد اعداده بنفسه يعني قطع البصل وفيدا شاف المنام ان هو بيجهز لعمل الحووشي يدل ذلك على حصوله على نتائج جهده وتعبه لتحفيفه طموحه وامنياته في ورؤية تناول الحووشي في العامة لأي حد حابب يفسر لنفسه بس بشرط انه يكون طعمه حلو فذلك يقصد به حصول هذا الحالم على ميراث كبير من اهله لو شاهد الحالم انه يتناول الحووشي الغير مطبوخ فذلك يدل على افتقاره للامان والحب من حوله عند رؤية المريض نفسه يأكل الحووشي طبعا زي ما اتفقنا الحووشي لازم يكون مستوي يعني مطبوخ وطعمه يكون حلو فان شاء الله لو المريض حلم بذلك بيكون ذلك في تحسن لحالته المرضية وشفاءه بإذن الله تحسن في حالته المرضية والصحية والنفسية يعني واذا رأى الرجل الحالم نفسه يطهو الحووشي فذلك يشير الى ارهاقه الشديد في عمله وهو يحاول بقدر المستطاع ان يتخلص من هذا الجهد والله اعلم وايضا رؤية الحووشي تناوله بدون اضافات مثل الثوم والكزبرة وكل البهارات بيكون خير وهناء لكل من العزباء والمتزوجة والرجل والكل يعني يعني عادة الاحلام بتكون اما من الشيطان واما يكون ممكن يكون رؤية وممكن يكون حاجة في النفس يعني الانسان ده نفسه يحقق حاجة او نفسه يأكل حاجة معينة فيحلم بيها فلو رأى الحالم انه يعد الحووشي بقى ضق التفاصيل مثل تقطيع البصل واضافة اللحم وصنع الخبز فذلك يدل على تحقيقه اهدافه في الحياة وممكن يكون رغبة الحالم في انه يتناول الحووشي او احتياج جسمه لتناول اللحوم يعني احيانا ممكن تكون كثير من احلامنا لحاجات نخزننها في عقلنا البطن فبنشوفها في المنين وايضا يمكن ان يكون رؤية الحووشي الغاني باللحم والضهد بيشير الى اكتفاء الانسان من جاة احتياجات محددة مثل الاكتفاء المادي او الاكتفاء الغذائي والله اعلم وبعتذر لو في ناس ما وصلتنيش تعليقاتهم بعد تفتير بعد احلامهم بسبب ان اليوتيوب احيانا فيه تعليقات ما بتظهرش اساسا او لو بكون مثلا ورايا حاجة تانية فما يقلقوش يكتبو لي تاني ويقولولي التعليق فين بالزبط وان شاء الله هكون مفسران لهم المنام اترككم في رعاية الله وحفظوا دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته